أهلا بكم مشاهديا الكرام الآن سنتحدث وإياكم حول العمل النقابي بشكل عام وبالتحديد عن عمل المرأة في العمل النقابي بشكل خاص المرأة استطاعت أنها تحجز مكانة متميزة لها على خارطة الحياة في المواقع المختلفة والمرأة الأردنية أيضا لها إنجازات ولها طموحات ولكن نحن دائما نتوقع من المرأة الأردنية وخصوصا بأن المجال أمامها مفتوح أن يكون عطائها أكثر وموضوع المنافسة فيما يتعلق بالعمل النقابي نتمنى أن يكون أكثر الرقم مثلا في نقابة المحامين 13 ألف محامي الإناث منهم أو المحاميات 3000 المزاولات والمسجلات في النقابة فالرقم يعني قليل نسبة إلى عدد المحاميات بشكل عام على كل حال اليوم سنتحدث على لجنة شؤون المرأة وهي لجنة أو شعبة انبثقت من اللجنة الاجتماعية في نقابة المحاميين لها برامجها وأهدافها في تمكين والتواصل والتشبيك مع المحاميات الأردنيات في مختلف المحافظات على كل حال ضيفتي عندها كل التفاصيل فيما يتعلق بهذه اللجنة وفيما يتعلق بمبادرة التواصل للمحاميات الأردنيات فبعرفكم على الأستاذة المحامية فيروز الجلامدة وهي رئيسة شعبة لجنة أو شؤون المرأة في نقابة المحامين أهلا وسهلا فيكي أستاذة فيروز كيف تتمرسي مهنة المحامة بشكل عام وكيف حضرتك نقابية أيضا بشكل خاص أنا عمري كمحانية ثلاث سنوات وعمري النقابي ثلاث سنوات أم لما تخرجت وبلشت تشتغلي فيه لما تخرجت التحقت للنقابة وكان من بداية عملي نقابي بنت النقابة هل تعتقدي أن العمل النقابي للمحامية أو لأي سيدة تعمل في مجال أن يكون لها نقابة أو لها مظلة كنقابة مثلا هل الالتحاق أفضل من أن هذا لا تكون مسجلة في النقابة أو ملتحقة بالنقابة هو أكيد كل محامي يريد أن يمارس مهنة المحامة يجب أن يلتحق بالنقابة يجب أن يكون محامي مزاول مسجل في سجل المحامين بنقابة المحامين الأردنيين حتى يقدر أن ينزل المحاكم ويتوكل بقضايا ويمارس مهنة المحامة فلابد من تسجيله في نقابة المحامين وأنت زي ما تفضلت أنه عدد الهيئة العامة 13 ألف محامي و3500 محامية مزاولة كيف ترون العدد؟ كيف تقرأه؟ نحكي على 13 ألف المسجلين في النقابة 3000 منهم محاميات يعني 10 ألف ذكور و3 ألف إناس كيف تقرأ الرقم؟ هل اللي يقبلين على عمل المحامة رجال أكثر من السيدات؟ هل لأنهم ما سجلوش السيدات أو ما زاولت مهنة المحامة؟ كيف تقرأه؟ تيرفي ستفخر المهنة المحامة هي مهنة صعبة جدا وشاقة ولكن لا تعتبر شاقة أو مهنة صعبة أن المرأة لا تستطيع أنها تمارس مهنة المحامة بالعكس أنها تقدر تمارس مهنة المحامة على المساواة جنبا بجنب مع زميلها المحامي طبعا ولكن ما يحدث؟ أن الصبايا أحيانا لما يتخرجوا تتزوج بس تتزوج بحكي لها زوجها أنه ما في شغل ما بتسجل في النقابة ما بتنزل للعمل في المحاكم الشرعية وبعضهم الآن والبالعكس الآن في تزايد يعني بالعكس السنهاي كان العدد كبير من الصبايا تسجلوا في النقابة المحامين ولازال أيضا في متدربات بتدربوا أيضا صبايا ولا تنسي كمان برضو على مقاعد الدراسة في الجامعات اللي على نوعها الخاصة والحكومية أيضا في نسبة كبيرة رح يكون في محاميات وأيضا محامين رح يتسجل إن شاء الله في نقابة المحامين هي يمكن النسبة الأولى يعني إحنا قبل فترة عملنا حفل تكريمي لتكريم أقدم 50 محامية وأحدث 50 محامية فما تتخيلي ست فخر إنه أنا عانيت أنا مش لاقي خمسين مش لاقي ثلاثة وأربعة من الأقدم فصرت كل ما في يعني تقرب المسافة أقرب المسافة عشان أقدر أحصل لدرجة إني أنا ما حصلت الخمسين لأنهم ما كانوا مش مسجلين مش هي؟ مش ما كانوا مسجلين ما كان كثير صبايا بتتجهوا للدراسة الحقوق والقانون وانتي بتعرفي كونه ست إنه رح تنزل للمحاكم رح تدخل برضو المكاتب رح تلتقي في الموكلين النظرة القديمة كانت مختلفة تماما فما كان كثير الاتجاه لدراسة القانون وإذا درسوا حتى القانون ما كانوا يمارسوا المهنة ولكن الآن لا بالعكس الحمد لله الاتجاه كدراسة القانون الاتجاه لأنه ينزلوا على المحاكم حتى بالنسبة للعمل النقابي برضو صار اصبح اتجاههم للعمل النقابي أقوى من الأول وأنا زي بحكت لك من البداية أنه إحنا في نقابة المحامين عدة لجان كل لجنة من هاي في النقابة هي تعني في شؤون المحامين طيب هلأ في اللجنة الاجتماعية لأن بثقت منها شعبة شؤون المرأة صحيح حضرتك رئيستها نتحدث عن هذه الشعبة شو برامجها وشو نشاطاتها يعني أنت عم تتحدثي على موضوع أنه في عزوف من الفتيات لدراسة القانون وحتى لو درست القانون هي لا تمارس مهنة القانون هلأ قد تكون تزوجة أنت حضرتك متزوجة وعندك ولد وبنت ومشاء الله عليك يعني أدري يعني المهنة ما فيها يعني لا يجب أن يكون في بعض المهن فيها الجندر لها علاقة أنه والله إلى الذكور أفضل من الإناث بس ما في مهنة لا يستطيع أو لا تستطيع يعني عالم الطهي دخل الرجل والمرأة عالم التمريض عالم التعليم عالم الإعلام عالم الطب عالم الصناعة يعني في بعض المهن وبعض الوظائف قد تكون حكرا على الرجال أو تكون حكرا على النساء لعوامل أخرى لسنا بصدر الحديث عنها بس مهنة المحامة الآن المحامية كسبت ثقتها وإمكان كل واحدة تكون إنها محامية صلبة في المحكمة وتأخذ قضاياها وتنجح في قضاياها ليس لأنها امرأة أو مش لأنه رجل نجح فيها أو لأنها امرأة ما نجحت فيها ما فيه يعني ما فيه ولا دراسة أشارت أنه المرأة المحامية لا تنجح وبالتالي فيه عزوف مش هيك؟ سهل يعني أكيد أنتو هذا حاسينه هلأ عندكم شعبة للمرأة في النقابة أكيد في عندكم برامج وفي عندكم نشاطات تتعلق أيضا بزيادة مشاركة المرأة في العمل النقاب النقاب المرأة المحامية أنا بقصد صحيح هي شعبة شؤون المرأة هي لجنة فرعية من اللجنة الاجتماعية اللي هي إحدى لجان نقابة المحامين هاي اللجنة واحدة من أربع خمس لجان من اللجنة الاجتماعية في اللجنة اللي بجانبها اللي هي لجنة الزكاة والحاج واللجنة الحج واللجنة الرياضة اللجنة شعبة شؤون المرأة هي بتعني بشؤون المرأة المحامية. يعني كنا نحاول قدر الإمكان نستقطب المحاميات بحيث أنه يكتجهوا للعمل النقابي. بتعرف زي ما حكيت لكم من الأول أنه العمل المحامة هو شوي متعب شوي. بتكون المحامية صبح في المحكمة بعد الظهر في المكتب بالليل بتكتب قضاياها ثاني يوم عشان تستعد للمحكمة. فكانت بعيدة شوي عن العمل النقابي. كون مشاغلها كثيرة. فكان أنه كنت أعاني من مشكلة أنه لما نعمل إحنا أي نشاط نقابي يتعلق بالمرأة. كان تقريبا نسبة حضور المحاميات نادر أو قليل جدا. وما كانوا كثير على التواصل مع النقابتهم. المثل ما حكيت لك أنهم كانوا مشغولين شوي. أو كان بعض الأحيان يقولون أنه ما فيش جهة أو ما فيش تواصل بيننا وبين نقابتنا. كيف بدنا نعرف أنه فيه دورة تدريبية أو كيف بدنا نعرف أنه فيه مؤتمر دولي للمرأة المحامية. إحنا شو بعرفنا؟ ومش كلهم بكون عندهم مثلا ممكن فيسبوك أو عندهم اللي هي التواصل الاجتماعي. فكانت هاي الحجة. إحنا عملنا أكثر من من نشاط عملنا أكثر من دورة على هاي الأساس أنا أنه يمكن أن أحكي لك عن مبادرة مبادرة التواصل. لماذا أنا إجت الفكرة التي هي مبادرة التواصل؟ اللي هي أنه أنا لما لاحظت من خلال موقع أنه رئيسة شعب الشؤون المرأة أنه ما فيش زميلات الزميلات اللي في المحافظات مقصيات تقريبا يعني ما فيش تواصل بينهم وبين نقابتهم. ما في وجود يندر وجودها. يعني بس هي تدفع اشتراك وهذا هو. بس تدفع اشتراكها وممكن كمان يوم الانتخابات تيجي تدلي بصوتها. وممكن نتيجة كمان. بس فيه بالنقابة مزايا يمكن الاستفادة منها. ومن حق كل عضو فيها أنه يستفيد منها المزايا. طبعا. طيب عملتي مبادرة التواصل وشبكتي فيها عملتي تشبيك مع المحاميات بمختلف المحافظات. طب مين أكثر محافظة فيها عدد أكبر من المحاميات؟ أكيد العاصمة هي. بعد العاصمة. بعد العاصمة تيجي إربد. الزرقاء. بعد الكرك. ممكن. يعني كويس. فيه أعداد كويس. إحنا نحكي على 3000 نقابية ومحامية نقابية. صحيح. والتشبيك معهم كيف صار؟ يعني كيف تم؟ شو الأليل توصلتوا للتشبيك أو للتشارك فيما بينك؟ صحيح. أنا مثل ما حكيت لك من البداية أنه لما شفنا أنه ما فيش تواجد للمحاميات ارتقيت أنه لازم يكون فيه وسيلة معينة اللي هي من خلالها لازم إحنا نلتقي المحاميات. لازم نشبك مع بعض حتى نتضافر جهودنا ويكون إنا صوت ويكون إنا وجود في النقابة. وإحنا نكون على المساواة مع زمينا لأنه إحنا ندفع نفس الرسم وبنشارك نفس المشاركة وبننزل في نفس المحاكم ونفس القضايا ويكون خصوم إنا. ففي المقابلة إحنا لازم يكون إنا وجود برضو كمان في اللي جاني الموجودة في النقابة. ارتقيت أنه لازم يكون فيه مبادرة. والمبادرة يكون خطرة على بال إنها تكون تواصل من اسمها أنه أنا أتواصل مع جميع المحاميات في كل المحافظات وأشبكهم مع زميلاتهم في العاصمة. وبالفعل إحنا بلشناها عشرة خمسة عشرين تلاتين. والآن الحمد لله إحنا بفترة وجيزة بفترة أربع شهور صرنا مية وتمانين محامية. وهي الأداة التواصل بناتنا إحنا عملنا جروب على الواتس أب وبضم كل المحاميات من مختلف المحافظات في المملكة ومن العاصمة يعني ما بتتخيلي الجو الألفة وجو المحبة اللي بسود بيناتهم. وبناتنا قامات قانونية عالية وسيدات محاميات يعني من بحتوان على كافة التخصصات. طب من يحدا بيعطي بيعطيكم مجال إنه يصير في نقل للتجربة وللخبرة. يعني كل واحدة بتحي تعطي خبرتها وشوفي مجال القضاء أو مجال المحاماة والقانون بشكل عام. مجال واسع بالطلب الذكاء وتراكم الخبرة. وهي قضية مهمة إنكم تداولوها يعني وتمرروها لبعض وتنتقل الخبرات لبعض. صحيح هي كانت في البداية المبادرة كانت يعني اجتماعية بحثة يعني كيف لقاء تواصل أعرفهم على بعض. نقعد أول مرة وثاني مرة وكان كل لقاء يعني يحتوي تقريبا خمسين ستين محامي يمكن يجونا كمان من المحافظات. فبعد ما تعرفوا على بعض صح وصار فيه علاقات يعني جيدة وممتازة يعني لدرجة إنه أصبحوا مثل الخوات بين بعض. فصار بلا بدهم يتطوروا أكثر. صارنا نعمل دورات ومحاضرات وورشات تدريبية من بين الزميلات هم المحاضرات. وكانت طبعا كلية تطوعية منهم بحثة شبكنا أيضا مع المؤسسات المجتمع المحلي وما قسروا معانا قبل فترة. طيب والله شوفي يعني أنا عجبتني فكرة إنه يكون فيه شعبة للمرأة. بس فيه شعبة للرجل بالنقابة. كل الشعب للرجل بالنقابة. نكفي. على كل حال أنا بتمنى لكم الخير وأنا سعيدة ولن أخفي نحيازي للمرأة بشكل عام بأنه بحب بيكون في بأنها تحظى بمكانة احترام نتيجة إنها بتفرد يعني مساحة واسعة وبتعطي من خبراتها وبتفرد مساحة وابتقدر تعمل التوازنات الصعبة في حياتها. يعني حضرتك بتقولي عندي محكمة عندي مكتب وعندي بالليل بدي أتفرغ للقضايا وأكتبها. وعندك ولادك وعندك زوجك وعندك حياتك. فاللي بتقدر إنها تعمل التوازن الصعب هذا في حياتها هي أكيد قادرة إنها تقود يعني قضية وتنجح فيها إذا كان صاحب حق. على كل حال أنا بدي أشكرك وبنتمنى لهاي اللجنة أو لهذه الشعبة شعبة شو المرأة كل الخير والتوفيق. وشكرا لحضرتك أستاذة فيروز ومشاهدي الكرام أدعوكم الآن لمتابعة هذا التقرير. تقريرنا عن واحدة من المواد الغذائية أو الفاكهة الاستوائية اللي ممكن ما تكون موجودة في بلادنا. بس بسوء أن نعرف معلومات عنها لأنه بدأت زراعتها في منطقة الأغوار في الأردن. هي فاكهة الببايا وتفاصيل أكثر مع تقريرنا.